حياكم الله مشاهدين في حوار المساء أكد معنيون ومختصون في قطاع التأمين والصحة أن شركات التأمين تقبل تغطية العلاج للمريض على أساس جدول المنافع التابع لبوليصة التأمين الصحية لهذا المريض وتعتمد على وجود المركز الطبي ضمن شبكة التغطية لشركة التأمين ونفو أيضا حصول الدكتور على عمولة في حال زاد عن عدد الفحوصات اللازمة في إشارة منهم إلى أن الاتهام الموجه للمستشفيات الخاصة بالتلاعب والالتفاف على وثيقة التأمين الطبية غير صحيح مؤكدين أن نظام مراقبة الأداء على المستشفيات الخاصة يمنع أي تلاعب أو تجاوز سواء من قبل المستشفيات أو شركات التأمين اليوم لنتفق أولا وقبل النقاش أن هناك سلبيات للتأمين الصحي ولكن فوائدها بالمقابل لا تعد ولا تحصى أسئلة كثيرة في هذا الإطار من ناقشها اليوم مع ضيفنا في حوار المساء الدكتور عثمان البكري مدير عام مستشفى برعب أهلا بك دكتور عدنا تقرير عن هذا الموضوع وما يجول في الشارع بخصوصه إن شاء الله نعود للحوار أهلا بسأل إذا مشاهدين تقرير ونعود أكد مراجعون أن أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة مرتفعة للغاية وتمثل عبءا ماديا كبيرا عليهم رغم أن معظمهم لديه تأمين صحي إذ تصل نسبة التحمل إلى 20% من قيمة الفاتورة الأمر الذي يكبدهم آلاف الدراهم في حال إجراء عمليات جراحية حتى لو كانت بسيطة أو فحوصا طبية مشيرين إلى أن أسعار الكشف تبدأ من 250 درهما وقد تتجاوز الألف درهم وقد يصف الأطباء أدوية سعرها يفوق 500 درهم ما يضطر بعضهم إلى اللجوء إلى العاملين في الصيدليات لتشخيص حالاتهم وإعطائهم أدوية أو التوجه إلى المراكز الصحية الخيرية كما وأكد معنيون في هيئة الصحة في دبي أن مغالاة بعض المستشفيات الخاصة في أسعار خدماتها تؤثر سلبا على الجانب الإنساني للمهنة في المقابل نفى مسؤولون في مشاف خاصة حصول الطبيب على عمولة في حال زاد من عدد الفحوص الطبية مؤكدين أن هذا الاتهام الموجه للمستشفيات الخاصة غير صحيح وأن نظام مراقبة الأداء على المستشفيات الخاصة يمنع أي تلاعب أو تجاوز سواء من قبل المستشفيات أو شركات التأمين دكتور عثمان يمكن التقرير تجول حول بعض الأمور منها ارتفاع الأسعار بوجود بطاقات التأمين ولكن يمكن بعض الناس لم تسعفهم بطاقات التأمين لأن هناك نسبة 20% أو غيرها من الجهات التي لابد أن يدفعها للجهات الخاصة طيب نظام التأمين الجديد هذا إلزامي حاليا صحيح؟ تمام تمام أثر على أن انتقل كثير من الناس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص تمام ولكن بالنسبة للخدمات في القطاع الخاص هل تأثرت من ناحية الجودة ومن ناحية مراعاة حالات المرض عامة؟ سيدي قبل أن نبدأ في الحوار أريد أن أشير إلى موضوع مهم جدا اللي هو أساس تقدم أي شعب أو نقول الدول المتقدمة سواء كانت الغربية أو أمريكا أو بعض الدول المتقدمة حاجتين الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة صحيح الاهتمام بالتعليم إنسان متعلم مثقف ناضج تقدر تأخذ منه خدمات يقدر يأسس بها بلد دولة بالإضافة إذا كان خدمات صحية متميزة تتقدم للشعب كله أنت بتقدم شعب بتحطه على الطريق الصحيح ليكون شعب بتقدم دي أول حاجة نقول لخدمات التأمين أو شبكة التأمين أو مظل التأمين إيه سبب وجودها؟ هنقول نرجع لسنين بسيطة وراء في الخلف أنه كان التأمين في الخلف غير متواجد صحيح كان بعض الناس لا يستطيعون دخول مستشفات لا حكومة ولا خاص لا حكومة ولا خاص كان الأول تأمين كان تأمين صحي بس خلش بعد كده يدفع يعني رتبه لا يكفي لعلاجه ورتبه لا يكفي نظرة رشيدة أنا بحيئ عليها سمو الشيخ محمد بن راشد والطائمين على دولة الإمارات العربية والمتحدة أنه هم نظر لمستقبل بلد نظرة صحيحة واللي أتمنى أن كل الدول العربية تأخذ الإمارات العربية ودبي كمسأل أعلى لها نموذج نعم طبعا كيف نقول إلا حصل اهتموا بتعليم وده كان شيء طيب جدا والدبي الآن أو الإمارات العربية المتحدة من الدول المتخدمة في التعليم نرجع نخش على القطاع الصحي نظر القطاع الصحي قال لك أنا لازم أهتم بكل الناس اللي موجديني سواء مواطنين أو مقيمين على أرض البلد لأنه كلهم في النهاية بيقدموا خدمة لرفعة هذه البلد شعب طبعا شعب واحد وده بتتميز به دولة الإمارات لا تفرق بقنا أي شيء أي شخص يعني أو أي جنسية فكان المنطلق أن تأسس شبكة صحية أو تأمين صحي على مستوى الإمارات العربية بدأت في أبوزابي وفي دبي وبدأت في القطاع الحكومي وكان عدد المستشفىات الخاصة ضئيل جدا لا يزيد عن خمس أو ستوى صحيح ولكن الفكر بدأ لما بدأ ألوان فيه تعميم على التأمين هنا القطاع الخاص أو المستثمرين بدأ أقول لك أنا أبدأ أضغق فلوسي أجي من بلدي أجي من هنا من أوروبا من هند من مصر وكله يستثمر في القطاع الصحي القطاع الصحي عايز كفاءات عالية عايز خبرات على أساس علشان تنجح في القطاع الصحي لازم تبدأ بداية صحيحة لازم يكون عندك كفاءات عالية لازم يكون عندك إكوبيبنة أجهزة حديثة عشان تقدم خدمة تنفس بيها المستشفىات التانية أو المستشفىات والقطاع الحكومي كان من المنطلق ده أن استراتيجية دبي وهيئة الصحة في دبي أن يعملوا توأمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي طيب القطاع من هنا أنا كنت واحد من الناس اللي استمروا وفعلا أول واحد أو مستشفى بنسبة مستشفى إبرايم وقعنا اتفاقية مع هيئة الصحة في دبي أن نحن ناخد في حالة تكدس المرضى في الطوارئ في مستشفى راشد أو دبي أو لطيفة أن نحن ناخد بننقل المرضى دول ويتعالجوا بنفس القيمة بنفس قيمة التأمين كل شيء بدون تفرقك بالتالي خف اللود عن المستشفى هنا نجحت الفكرة بدأت المستشفيات الخاصة كلها تحزو حزو المستشفى إبرايم وأعتقد ما لا يقل عن 80% من المستشفى الخاصة عملت تبقية مع هيئة الصحة في دبي واللي أنا أقول أن هي نجحة وبشكر معالي حميد القطامي على هذا المجهود الطيب طبعا مشكورين هذا ما تحدث عنها الآن يعني يدخل في مضمار العمل المتجانس المنظومة الواحدة ولكن إذا ما عدنا شوي الوراء نتحدث الآن نأخذ التأمين هل لأنها أول سنة للتطبيق التأمين هناك بعدها مشاكل وهناك شكاوى من قبل المرضى أو هل هناك لا يوجد تفاهم بين النظام في المستشفيات ونظام التأمين الموجود حاليا أو ما هي المشكلة لأن هناك دعوة من كثير من المرضى بأن التأمين لا يسعفهم وأن الأسعار غالية ومن ثم يشعرون بأن الجودة أصبحت أقل في بعض القطاعات الخاصة سيدي الجودة لا يمكن المساس بها لأن دبي أو الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة أو الأولى عالميا في عدد المستشفيات الخاصة الحاصلة على التقييم الدولي والمستشفيات اللي حاصل على التقييم الدولي لا بد أن تقدم خدمة متميزة ليه؟ لأن بالبساطة جدا أنه ما تقدرش تحصل على التقييم ده تاني في عدد التقييم فلازم تحافظ على جودة أنا مشكلة التأمين كالتالي هناك بعض الدرجات أو كاتيجري للتأمين في A و B و C و D وفي ال R N اللي هما للعمال وغيرهم موظم المستشفيات المستشفيات بتقبل A و B و C وفي مستشفيات تقبل كلهم طيب المريض شركة التأمين علشان المريض لا يتلعبش ببطاقة التأمين قالت أن أنا بحمله جزء 20% 20% مبلغ ضئيل جدا يعني في الكشف اللي يتعدى 25 درهم إذا كان الكشف ربما ميت درهم أو حاجة أما وبعدين بيبقى رسم ثابت حتى في الأدوية بيأخذوا 10% وبعض الشركات التأمين اللي بتأخذ أقل من هذا فهو ده لمنع المريض من التلعب يدعي المرض ويحصل على خدمات هو في غنى عنها وفي غيره يعني ما يحتاجها طيب المشكلة في القطاع في الشركات التأمين إن أنا دلوقتي كان دو كان فيه زمان أنت بتبتصف شركة التأمين عشان تأخذ الموافقة للمريض التعبان جدا ومنتزر فأنت بتبتصف شركة التأمين بتعطيك أبروفل بالتليفون تقول لك أوكي جو أهد ولكن وجدوا مشكلة إيه هي المشكلة؟ المشكلة إن الشخص اللي ادي لك أبروفل وإنك تعالج المريض بيكون الديوتي بتاعته اتغيرت ويجي شفت واحد تاني صحيح فيقول لك لأ أنت كده عديت اللمت بتاع المؤهنة دخلت المشكلة للقطاع الخاص فيه مشكلة وفيه مأزق كبير طب حابوا يتغلبوا عليها عملوا نتورك مواحد للإمارات شبكة عن كبوتية واحدة للتأمين أن كل المستشفات اللي في دبي 26 مستشفى خاص بالإضافة لمستشفات الحكومية حسب أثمان زيد عبيد جاي مريض على مستشفى X مستشفى Y بالترتيب مجرد ما يخش على السيستم فبقى فيه Q فيبدأوا يتصلوا بواحد واحد من الطبور ده ممكن ده مستشفى X مستشفى Z مستشفى Y فهنا بيبدأ التأخير ويبدأ التأخير وممكن أحيانا كتير ممكن تأخذ يوم واثنين في بعض الحالات وبالذات في المرضى المحتاجين يعملوا أدمشا في المستشفى محتاج عملية جراحية ومحتاج جراحة في بعض المرضى اللي تستطيع دفع العشرين في الماء دي وأنا ما حضرتك في هذا الموضوع جدا لأن أنا أخبرت ناس كتير وكنت يعني أعمل جهدي أن أنا أتوصل مع شركات مع المجهودات الجماعات الخيرية أنها بتساعد المرضى أو أحنا المستشفى بنقدر من داخلنا بنقوم بالترتيب فده موضوع محتاج نتظرف وفي حاجة حصلت دلوقتي يسموه الشيخ محمد قالك قالك أنك دلوقتي أنت تأمنت معناها لازم تاخد كل خدمة صحيح في نفس النطاق عشان أقول لك جودة الخدمات في القطاع الحكومي والخاص أو ممكن الخطاع الخاص متميزة جدا ليه إحنا وقعنا اتفاقية مع مؤسسة دبي للإسعاف الاتفاقات دي تؤهلنا أن السلام كل الحوادث اللي تقع في الطريق سواء كانت يعني أي شيء أو حالات تعادية طيب بيحصل للمشكلة اللايف سيفينج ده بيجي لمريض أنا محظي طبعا لما يكون على الخط الأحمر الأهم الأهم طبعا أه فأنا أنا بخش بقديله الخدمة ما بستناش ترك التأمين صحيح تأمين ترد ما تردش أنا لازم أعمله ستابلتي أو أخلي البشنط ستابل وضعه كويس بعد كده تصل للتأمين هنا أنا بقابلني في مستشفى كمستشفى أبرايم بعض الحالات بتكون غير مغطاة بالتأمين نعم بعمل إيه أنا يعني أنا بالتالي اتفاقي مع هيئة مع هيئة الصحة في دبي مع مؤسسة دبي لخدمة الأسعاب أن أنا أقوم بعلاج المريض بالكامل طبعا وإلى الآن من شهر يناير إلى الآن يعني حوالي خمسة مليون درهم مستشفى أبرايم دفعوا لمرضى القطاع لهم المرضى غير المؤمنين ده مساهمة للسوشير ترى عام الخير وانت من هالخير الحمد لله الله يخليك ده شكر الله يخليك جدا طبعا دكتور أنت أوجست يعني عدد كبير من الأسئلة في ردك ما شاء الله لكن هناك أحد الأخوة يسأل أو أيضا ذكر في التقرير أن هناك اتهام موجه للمستشفيات الخاصة هو أن الطبيب يحصل على عمولة في حال زيادة عدد الفحوصات فيبغون رد على هذا الموضوع كيف التعامل سيد الفاضل أول شيء ده اسمه طبيب طبيب على درجة عالية من العلم على درجة عالية من الخلق بيعامل إنسان هل في مبالغ قليلة من المال هي اللي هتغنيني عشان تأو تغنيه لا ده لازم يعني لازم نرد أنا هرد على حضرتك ليس في مجتمع المراطق على المستوى لا بالضبط الموضوع الموضوع كالتالي سيد الفاضل كان في الأول في البداية من سنين من عشر سنين أو أكتر بداية التأمين كان يستخدم في بعض العيادات اللي هي الصغيرة المنتشرة في ربوع دبي في ضواحي يعني في المناطق المنسانية حاجة زي كده في ميس يوز حاجة زي كده يعني بحاول ياخد يحصل على أي شيء عشان يزود دخله نعم إنما عندي في المستشفى عندي في حاجة معاشرة خاصة الأداء للدكتور طبعا أول ما يجي الدكتور بشوف شهدته بشوف تخصصه إذا كان جراح بشوف اللوك بوك بتاعه هل العمليات دي بقدر يعملها وهل 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 بشوف بتاعه عندي كومت وبتقيم كل دكتور طبعا بييجي كل نهاية شهر بشوف الدكتور ده هل يا سيدية أنت عندك عنده مشكلة الدكتور ده مش معنى التهليل والفعصات دي زادت للمريض ده أو اتكررت كم مرة هنا بالتالي بيكون فيه وقفة عندي عندي فيه براميتر كل شهر لكل دكتور بتشمل كل شيء بقيمه على أساسها بعمل فيه لجنة لو أثبت أثبت أنه تلاعب لو أثبت وله ما حصلتش مش فتحاش أن أنا بعمل هي بديله أنزار بتكرر مرة تانية بعمله ترميناشن فورا طبعا ليه؟ لأن دي ليست أخلاق طبيب ولا احنا مهنة تجارية عن أننا نبتج تتعامل مع بشر ومحتاج خدمة صحية متميزة وفي نفس الوقت عشان تقدر تنافس القطاع الخاص كله عشان تقدر اسمك يفضل ناصع البيض صحيح طيب أنا كمستشفى إبرايم خدماتي خدماتي يعني متوزعة على كل التخصصات عنده مستشفى كامل التخصصات الحمد لله مستشفى الوحيد في إمارة دبي اللي بيضمه كل دكاترة مواطنين يعملوا في حكومة دبي سمح لهم من نهاية الصحة في دبي أن يعملوا فهنا بقدم جودة عالية خدمات عالية فالمريض سواء كان مواطن بدل من يروح مستشفى الراشد حكومة لا ما هو نفس الطبيب عندي ونفس التأمين سيستخدمه هناك هو هنا في حاجة تانية بعد إذن حضرتك قيمة تكلفة التأمين الآن في قطاعه الحكومي توازي أو يمكن أعلى شواء من القطاع الخاص نعم وده فعلا بتحصل وبتتكرر عشان كده بدأت الناس تقول لك أنا طبعا أنا أروح أنا الدكتور إكس ده موجود في الراشد طبعا أنا أروح لما هو عندي موجود في دبي ما بدفعش المبالغ الكبيرة دي الخدنة بأخدها جودة تانية حاجة المستشفى الجودة اللي بأخدها المريض ده أنا يعني هو بيحس نفسه يعني أنا بقدم بقدم الخدمة دي للمريض عشان أعرف أنه هيجي مكرح هيجي أسرته هيعتمد أنه فيه مكان سيف له ولأسرته ولأهله في مكان محترم بقدم خدمة متميزة إنما أنا لا أقبل في المستشفى أنه الدكتور يتلاعب أو ياخد من شركة أو غيره سيدة أنا هقول لحضرتك حاجة شركة التأمين لو حست لو حست أن الدكتور بيتلاعب بتبعث لجنة من شركتها لأنه نضم أطباء ويعمل مع الدكتور ويقيم الحالة وفي الآخر ينظر إذا كان الدكتور أخطأ أو ما أخطأ شيء نعم ننهي في النهاية هذه الشركات التأمين هي شركات الأسمالية استثمارية في الأصل وبالتالي هذا المال لابد أن يتم البحث أين يذهب وكيف يستخدم بالتفاصيل دكتور نحن نشكرك ونطمئن إن شاء الله شعب دولة الإمارات أن الرعاية الصحية في هذه الدولة كبيرة جدا ومهمة وأنتم تقدمون الحمد لله ما يشرف هذه الدولة ويشرفكم أكيد الله يخليك أنا أتمنى أتمنى إن الدول العربية كلها تحزو حزو دولة الإمارات العربية ومدينة دفاي خدمة متميزة طبية صحية عالية الجودة شخص سليم شعب متقدم نعم صح شخص مريض شعب جاهل متخلف وربنا يسمعك الله يسمع جميع شكرا لك شكرا لك شكرا لك الله يخليك مشاهدينا كل شكر لدكتور طبعا عثمان البكري مدير عام مستشفى إبراهيم كان معنا فاصل قصير ونعود إليكم مع بقية فقراتنا من مسل الإمارات شكرا لك